اشتركوا في القناة وذلك بمناسبة استضافة مملكة البحرين لأعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين بقصر الصخير هذا اليوم بعد ذلك ودع حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية ورؤساء الوفود المشاركة شاكرا جلالته حضورهم ومشاركتهم في هذه القمة المباركة وتعاونهم في إنجاحها متمنيا حفظه الله في أن تسهم قراراتها ومبادراتها البناء والمثمرة في تقوية التضامن ووحدة الصف وتعزيز العمل العربي المشترك والنهوض بقدرات الأمة العربية وحماية أمنها القومي وتحقيق تطلعات شعوبها الشقيقة في مزيد من النماء والتطور والازدهار ودعم السلم والاستقرار في المنطقة فيما جدد أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ورؤساء الوفود وممثلوا الدول العربية الشكرى والتقدير إلى جلالة الملك المعظم على كرم الضيافة وحسن الوفادة وحفاوة الاستقبال مشيدنا بحكمة جلالة الملك المعظم في إدارة جلسات القمة العربية مما أسهما في إنجاحها مثمرين عاليا دور مملكة البحرين المشهود بقيادة جلالته في دعم مسيرة التعاون العربي المشترك والدفاع عن مصالح أمتنا العربية ونصرة قضاياها العادلة